وصفوها بالقرد بسبب وحمة تغطي ثمانين بالمئة من جسدها شاهدوا ما حدث لاحقا بسبب وحمة تغطي ثمانين بالمئة من جسدها تعرضت فتاة بعمر اثنين وعشرين عاما للتسلط منذ ولادتها وترفض بياتريس بوكليس من ساو باولو اجراء اي عملية لازالة الوحمة التي ولدت بها بالرغم من وصفها بانها كالقرد وقالت بياتريس انها اجرت ثلاثين عملية جراحية الا انها قررت التوقف وتقبل جسدها كما هو واضافت ان ذلك لم يمنعها من الحصول على حب حياتها الذي تعرفه منذ ثلاث سنوات تعرف حالة الفتاة بوحمة الميلانوسية وتحدث لواحد فقط من بين خمسمائة الف شخص وكانت اخر عملية جراحية اجرتها الفتاة عام الفين وثمانية شاركوا اصدقاءكم هذا الفيديو ان اعجبكم طاب يومكم والسلام خير الختام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة